مرة جالي عميل فبيقول لي انا معي مبلغ ومحتاجه لمدة سنة ونص فعايز استثمره فبفكر ان انا اعمل شهادة واستردها او اكسرها بعد السنة ونص دي بدل ما هي الفلوس قاعدة كده اه في خسارة بس هيبقى استثمرت جزء منها ايه رأيك طبعا ما تعملش كده انت كده بتخسر نفسك وفي بدائل كتير افضل من ان انت تعمل حاجة زي كده ممكن ان انت تعمل سنة دي استثمار منخفضة المخاطر وتاخد فلوسك بعد السنة او ممكن تعمل سندات الخزانة صفرية الكوبون قال لي ايه سندات خزانة صفرية الكوبون دي تعالوا بي نوع بعض اقول لكم ايه هي سندات خزانة صفرية الكوبون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المصرفة النهاردة هنتكلم على موضوعين الموضوع الاول هو يعني ايه سندات خزانة صفرية الكوبون والموضوع التاني هو نتيجة طرح الاسبوع الاول من اكتوبر عشرين واحد وعشرين بالنسبة ادون الخزانة وسندات الخزانة هنتدى نتكلم على اول حاجة وهي يعني ايه سندات الخزانة صفرية الكوبون من الاخر هي عبارة عن ادون خزانة بس مدتها سنة ونص طمنتاشر شهر بس اقصى حاجة بالنسبة لمسمى ادون الخزانة هو سنة فبالتالي هي عشان اكتر من كده فتندرك تحت مسمى سندات الخزانة بس طريقة حسابها والتعامل والاسترداد وكل حاجة بتعامل معاملة ادون الخزانة لان هي ادن خزانة تحت السندات وبرضو العائد بيصرف بالخصم مقدما والضريبة بيتم خصمها في اخر المدة فده ببساطة موضوع سندات الخزانة صفرية الكوبون هي عبارة عن ادن خزانة بس مدته 18 شهر بس كده نيجي بقى نتكلم على نتيجة طرح الاسبوع الاول من اكتوبر 2021 واول حاجة هنتكلم عنها هي ادون الخزانة بالنسبة لمدة التلت شهور كان متوسط العائد عليها هو اتناشر فاصل اتين خمسة ستة في المية بصفي تقريبي تسعة فاصل تمنمية واربعة في المية بالنسبة لمدة ست شهور كان متوسط العائد عليها هو اتناشر فاصل خمسة اربعة تسعة بصفي تقريبي عشرة فاصل سفر تلتة تسعة في المية اما مدة التسعة شهور فكان متوسط العائد عليها هو اتناشر فاصل سبعمية واحد وعشر في المية بصفي تقريبي عشرة فاصل مية ستة وسبعين في المية اخر مدة معنا في ادون الخزانة اللي هي السنة اللي اتناشر شهر كان متوسط العائد عليها هو تلتاشر فاصل سفر خمسة ستة في المية بصافي تقريبي عشرة فاصل تلات اربعات في المية نجي بقى نتكلم على نتيجة طرح سندات الخزانة واول حاجة هنتكلم عنها هي سندات الخزانة صفرية الكوبون اللي مدتها تمنتاشر شهر متوسط العائد عليها كان تلاتاشر فاصل خمسمية تلاتة وسبعين في المية بصافي تقريبي عشرة فاصل تمانية خمسة تمانية في المية اما بالنسبة لمدة سنتين فكان متوسط العائد عليها هو 13.696% بصف تقريب 10.956% ومدة الخمس سنوات كان متوسط العاد عليها هو 14.424% بصف تقريب 11.539% وبالنسبة لآخر مدة معنا في سندات الخزانة اللي هي مدة العشر سنوات كان متوسط العاد عليها هو 14.7% بصف تقريب 11.76% ده كان شرح لسندات الخزانة صفرية الكوبون وإيه هي بالزبط وعبارة عن إيه ونتيجة طرح الأسبوع الأول من أكتوبر 2021 بالنسبة لأدون وسندات الخزانة منتظر في تعليقات حضراتكم إيه أفضل مدة للاستثمار في أدون الخزانة أو سندات الخزانة بالنسبة لكم وأي استفسار خاص بالموضوع ده ودي كانت حلقة النهار ده من المصرفي يارب يكوني قدر تفيدكم بالمعلومات دي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا إشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبك تدوسوا لايك وتعملوا شير عشان نستقدر تستفيد ونشوفكم على خير محمد رجل